اللي حصل بعد توقيع صفقة راس الحكمة ونجاح الدولة في ضرب السوق السوداء للعملة والدولار اللي خسر مرة 21 جنيه خلى أسعار الدهب تنزل بشكل كبير لدرجة إن جرام 21 سجل أقل من 3000 جنيه لأول مرة من فترة كبيرة وبرضو لسه متوقع إن أسعار الدهب تنزل تاني مع نزول الدولار بس كل اللي دلوقتي شاغل الشارع المصري هو إشمعنا أسعار الدهب نزلت وأسعار السلع والمنتجات زي السكر والحديد وعلف الحيوانات ما نزلوش وإمتى هتنزل تعالى بقى ونقول لك بص يا سيدي بكل بساطة كده زي ما كنا عارفين وعيشين الفترة اللي فاتت التضخم اللي هو ارتفاع الأسعار كان وصل بينا لحرسد لكن بعد مشروع راس الحكمة اللي مصر هتحصل من الإمارات بموجبه على 35 مليار دولار في أقل من شهرين كسيولة ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين والسيولة دي جزء منها 11 مليار دولار موجود بالفعل في البنك المركزي في صورة ودائع أماراتية بسبب السيولة بقى الأسعار هتبدأ تنزل بس السوق هيحتاج من شهر لشهرين علشان تحس يا عزيزي بالسيولة الدولارية وتحس بالفرق في أسعار السلع خصوصاً ان الفترة اللي فاتت كان التجار اشتروا منتجات كتير أو استوردوها بأسعار عالية فلازم يلموا تمنها ويبيعوها بسعر عالي وبعدها هنبدأ نحس ان الأسواق وحدة وحدة بدأت ترجع شوية الأسعار قبل الأزمة وبخصوص سوق الحديد اللي كان أكتر الأسواق دار عليها كلام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الكبير رغم أن أصحاب مصانع الحديد كانوا مسعارين الطن على سعر الدولار في السوق السوداء والمفروض كان ينزل خصوصاً بعد ما شعبت مواد البناء طلبت بتخفيض أسعار الحديد لأن الأسعار المعروضة مبلغ فيها بشكل كبير وأن السعر العادل لطن الحديد هو 44 ألف جنيه ومتوقع أنه ينزل كل ما الدولار هينزل لكن شركات الحديد لسه عاملة من بينها وبتبيع الحديد بـ 55 ألف جنيه للطن فحب طمنك عزيزي المشاهد أن أسعار الحديد ومع الأسمنت ومواد البناء هتنزل بشكل ملحوظ الأيام اللي جاية بس وحدة وحدة ونفس الموضوع في سوق الأعلاف اللي كان السبب في ارتفاع الأسعار في سوق اللحوم والدواجن بشكل كبير جداً وكان طبيعي لما الدولار نزل أن الأسعار في سوق اللحمة والدواجن تنزل هي كمان التجار فسروا استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة شراء الأعلاف في وقت سابق بأسعار عالية ومع الصفقات والأسعار الجديدة الأسعار هتنزل بشكل أوتوماتيك الأيام اللي فاتت كان فيه ناس نفسها تشتري عربيات وطبعاً مع الأسعار النار دي كله صرف نظر عن الموضوع لكن أحب أقولك برضو أن نفس اللي هيحصل في سوق السلع هو هو اللي هيحصل في سوق السيارات ومن المتوقع الأيام اللي جاية مع توافر الدولار بأسعار معقولة وهبوطه الكبير أن أسعار السيارات في الأسواق الجديدة هتثبت وقد تنخفض كل خبراء الاقتصاد متوقعين أن صفقة رأس الحكمة هتقلب الدنيا في الأسواق بس محتاجة شوية وقت لحد ما السوق يعترف بالسيولة الحضرة ويعترف بتوفر السلع والخدمات والخمات بأسعار تنفسية ووقتها الدنيا هتتراجع بشكل أكبر علشان كده الرئيسي سيسي مصمم هو والحكومة على إبرام صفقات تانية في الطريق بأرقام كبيرة وهتوفر سيولة دولارية للبلد وبالتالي الشعب هيبدأ يحس بانفراجة في الأسعار ويعرف يشتري اللي هو عايزه ترجمة نانسي قنقر